طب حضاك يعني بيبقى إن حضاك يعني حضاك عندك طفله ومريتي يعني مريتي بالتجربة قدامنا يعني إحنا لما نتكلم مثلا عن التخصص بيكون مثلا الدكتور قاعد أو الخبير قاعد برضو ممكن ما يكونش مر بحاجة زي دي فحضاك قلتي مريتي بحاجة زي دي فعايزين برضو يعني نعرف السادة مشاهدين برضو حضاك نموذج مشرف فكان إيه يعني إيه رد فعل حضرتك لما عرفت حاجة زي دي أولا طبعا بغض النظر منها دراستي في علوم الهندسة الورصية بس أنا من الستات اللي قد خلاص يعني خلاص درستها وعادة في البيت لما ربنا أكرمني بالصغير إسماعيل إنه هو داون سيندروم فده خلاني تغيرت 180 درجة خلاص أنا مش الستة الكسولة اللي قاعدة لأ ده فيه كائن معايا محتاجني جدا جدا محتاجني أكتر من أبوه وإخواته محتاجني أكتر حد محتاجني في الدنيا كنا بنقول كده في المقدمة فعلا أن الأم هي أكتر داعي من التفل وكدت بين يعني طبعا المشاعر الأمومة اللي بتصبنا في أول ما بناء الطفل وخصوصا داون سيندروم ليه مشكلته تبقى في البدايات إنه إحنا بنعرفه مجرد ما بيخرج من قط العمليات بس إحساس حضرتك كيف شمالة السغير أي أمة تانية لأنها حضرتك متخصصة في العالم أنا عرفته على طول يعني أنا عرفته على طول أول ما شفته بعد الولادة عرفت إنه هو عنده مشكلة يعني أنا اكتشفت ظروف إسماعيل وهو عمره تقيبا يوم بالزبط أنا توفقت ما يعني أنا يعني أنا زي كل أمهات الصدمة كانت صدمة جديدة جدا طب حضرتك ما قدرتيش تعرفي مثلا أثناء فترة الحمل بالسونار أو الكلام دا لا هو بتعرف بيبان لا بيبان الداون سيندر بالأخص بيبان بيبان بتحليل سأل أمنيوسي بتحليل تريبل تيست تحليل بتتعمل مش بالسونار يعني لا مش بالسونار لا فيه سونارات 4D وحاجات اللي هي متقدمة جدا لو الناس عندها يعني إيه قلق من حاجة بتعمل بس الدنيا كتنشي كويس ما فيش مشكلة لا سن مثلا لأن برضو عوامل السن مش موجودة إن أنا سن كبير أو حاجة ما عنديش الأسباب اللي تخليني أقلق من حاجة زي لا سن ولا زواج أقارب ولا نفسية سيئة خالص بس بيقولك إن إحنا الصدمة كترهيبة الصدمة اللي هي يعني إيه طب ده يا تاري الصدمة مش رفض أنا بالنسبالي كالصدمة طب يا تاري ده هيكون إيه يا تاري هإيه حصله هعمل معه إيه تطوراته يا تاري هيعيش هيموت يا تاري المجتمع هتقبله طب إخواته طب بابا طب هعمل معه إيه كل دي أسئلة طبعا وخصصة أنا في محافظة بعيدة عن القاهرة فالمحافظات بعيدة عن القاهرة ما فيهاش الخدمات الكافية اللي تخليك تبقى متطمن حتى إن أنت تودي ابنك لو عنده مشكلة بس الفارق بيني وبيني واللي خلاني يعني أبقى موجودة حتى قدامك النهاردة هو إن أنا فوقت بدري يعني أنا طيبا عند عمر إسبوع من سن ابني كنت خلاص بدأت أعمل الفحوص وتأكدت إنه هو عنده مشكلة بدأت أدخل بالعلاج اللازم ليه حتى لو كان من بره مصر كنت بجيبه وبدأت على طول في التدخل المباكر اللي هو أساس شغلي دلوقتي خلاص أنا اكتشفت المشكلة فيه وبعد كده دخلنا بالعلاج المناسب مع الأطباء المتخصصين وعايز أقولي إن في مصر فيه تقدم رهيب من سنين طويلة مش من سنة أو اتنين فيه خدمة زاوي الإعاقة عن طريق الدكاترة والمركز القومي للبحوص يعني فيه تقدم مناسب يعني العلم على مستوى العالمي طب هل تدخل حضرتك المباكر في العلاج يعني فرق مع حضرتك آه طبعا فرق معي فرق معي لإن أنا كنت بص حدك البيبي اللي بيحصل معه تدخل مباكر وده شغلانتنا لما فيه ديفوه عند الطفل أو أي تأخر عنده كل ما تدخل بدري كل ما يبقى الشغل مع بدري أنت بتقلل الجاب اللي هتحصل بين العمر العقلي وعم الزمن بمعنى يعني مثلا هو عمره خمس سنين داون سندروم عمره الزمني ولكن عمره العقلي من غير أي تدخل ممكن يبقى عمره سنة أو سنة ونص إنما بالتدخل وبالشغل معاه العلمي الصح من تدخل مبكر وتأهيل وتخاطب وتنمية كدات ومهارات حاجة كتير أوي الجاب دي بتقصل مش هقولك نتقى خمسة خمسة الكنترسول حيك ممكن يبقى إنسان طبيعي بص حضرتك اللي بنعمله مع الأطفال بالسيستم اللي احنا شغالين به بنظامنا احنا بيفرق كتير جدا معه يعني بيخليهم في كل نواحي الحياة تقريبا نورمال فيما عدا ممكن يكون تأخر دراسي ممكن يكون تأخر في الجزء التحصيلي مش مشكلة إنما احنا مهمتنا إن احنا نخليهم يعتمد على نفسهم إن هما يأكلوا رسوم مشارب رسوم يلبسوا إن هما يتعلموا الكتابة والقرية إن هما يتعلموا حرف ومهن إن هما يتكلموا كويس طيبا سأس الحضرتك